السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشوني من اخر فيديو قدامتو بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان وبشكر الناس اللي بتشترك جديد وبدعلكم في كل وقت وكل ادان وكل صلاة ربنا يصلح حالكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يكبر بخطركم زي ما بتكبر بخطري ويخلي ولادكم ويفرحكم بيهم يا رب ويحقق كل ما بيتمنوا يا رب يكفيكم شر المرض يا رب يكفيكم شر اي حاجة وحشة في الدنيا يا رب يحفظكم يا رب من كل شر ومن كل مرض ومن كل وحش ويا رب يسعدكم ويفرحكم ويحل ايامكم يا رب رب نعيش في كل مرض فيكم ويبعد عنه المرض ويشوفوا المرض في حياته تاني يا رب يكفيكم شر المرض يا رب يرزق كل محتاج الزرية الصالحة فيكم يا رب بالولاد والبنات يا رب اللي يفرح ألبهم كده ويسعدهم يا رب يا رب يرزب كل البنات بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم بردك ويسعدهم يا رب. يا رب كده يخلي لكم ولادكم. يزعل لكم في كل خطوة سلامة. ويحب فيكم خلقوا يا رب. يا رب ينصر اهل غزة يا رب. يا رب يمدعونهم العاد وينصر اهل غزة يا رب ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم يا رب. يا رب يا رب يكفيكم كده يا رب شر الحاجات الوحشة اللي في الدنيا بحلقة. نهاردة بقى بتعمل دي يا موداليا. نهاردة زي ما قلت لكم انا كنت مروح على البلد وكنتم صورة فيديات كتيرة. كان والله كان فيديات حلوة. بس الحمد لله اللي جابه ربنا حلو. كنتم صورة بجاهم كان عندنا كتب كتاب بنت سيلفي. اه بنت سيلفي مش من اللي جاعدين معانا. لا احنا ما شاء الله حماية معا يعني ما شاء الله يا الكتيرة. احنا جاعدين تلاتة ببيت. وفي تاني جاعدين في بيت. ما شاء الله حماية كانت مخلفة تمانية. وهو متجوز حماية متجوز واحدة تانية مخلفة اتنين. يعني ما شاء الله عشر. احنا تلاتة بس جاعدين في بيت. وبجيت الايال جاعدين في بيت تاني. يعني كان الشابكة دي وكانت بالكتاب في بيت تاني. انا كنتم صورة لكم هناك والاجواء يعني كانوا خبزنا روحنا يوم الخميس بالليل وخبزنا. والله ام صال وسلم وزيد ومارك على سيدنا محمد. فضلنا نخبز لحد الصبح. وصباحنا فرجنا للجيران كل الشرح كله عيش. وطبخنا بضلنا نطبخ باجة لغاية ايه ما الكتابة جات. والعريس جات. خد العروسة وروحنا على البحر كده على شط النيل اللي عندنا ده. وعملنا كاتب الكتاب كل ده كنتم صوراه. والله ام صلي وسلم وزيد ومارك على سيدنا محمد. يعني حيات كتيرة كنتم صورها باجة والهيسة والطبيخ والفرح وكله. وجينا حضرنا الكاتب الكتاب. كان يوم الجمعة بالليل. وبعد كده ايه رحت جالي تليفون باجت اياه. كان الساعة احداشر كده ولا اتناشر بعد اله احنا بقى ما كناش نمنا خاص. يعني من ساعة ما روحنا من اينا ما كناش نمنا خاص. اه رحت جالي تليفون من الحجة باجت اياه. كان اه حوالي الساعة اتناشر كده بعد الكتابة ما خلصت. ايه الحاجة في حد انت حبسينه ايه في في القاضة. وعمل يخبط. فبصوا من التلاه وجه باجة والبتاع وجرينا. اه الجوتة باجة اللي احنا كنا نسيناها جوه. اه ما شفنهاش باجة يا الجوتة دي اساساً جوتة شوارع. بس هي يعني بتخش وتطلع وتروح وتيجي وكه. فمتربية معانا. فاحنا نسيناها كتنامة طبعا جوه. احنا مشينا يوم الخميس بالليل. اه نسيناها جوه. فالحاجة باجة من كترة تخبطة. هي بتناولوش كتير عشان هي اساساً ايه مالها الصوت. مالها الصوت. يا فضل اتخربش في الباب وتخبط فيه. تخبط فيه. اما سمعت تخبطة. قالوا لحاجة انت نسينا حد جوه. يعني هارسك احنا نسينا مين. اه فجزي جسحانة. احنا كنا رسي هننبك. جسحانة جسحانة جلين حاجة دي ده في حاجة عمنا تخبط. احنا جلنا تلاجهاها الجوتة. ده رحنا مكربة باجة جرينا ولبسنا. التليفون راح واجع راح بايز قصر متحت. مارضيش يفتحتها. من هنا الهنا التليفون مارضيش يفتحتها. احنا جينا يوم الصباحات السبت. يعني احنا جعدنا يا دبك الجمعة هناك. وجينا السبت. وديت التليفون السبت والصبح للراجل يصلحوا. جبتوا يوم السبت بالليل. معاليش اي حاجة خالص. الراجل عمله بيقوله عمله دبط مصنع. معاليش كل الفيديوات اللي انا صورتها والفرح واللي انا كنت فرحانة بيها. وكانت هتجيب لمشاهدات كتيرة. يعني كانت حاجات باجة فلاحين واجواء وحاجات جميلة باجة والله العظيم رسوا. جيت لجيت التليفون. نعمال الراجل صلحوا. معاليش اي حاجة خالص. فالناس جالوا لي دبين عمله دبط مصنع. فانا جلت للراجل جالي انا ممسحتش حاجة ده هو. جالي كده انا صلحته وعتطولك زي ما هو كان. كل الفيديوات وكل الحاجات اللي عليها يتمسح. فالحمد الله رودة ببنا. فجينا بس بالله لكم لو وصلت معي لحد دينا ما تصلش اللي كل ما اشتركش في القناة يشتري. جينا طبعا ما لجيتش حاجة في البيت. ولجيت ولا عيش ورا طبيق. كانوا عطينا لحمة باجة هناك كانوا جايبين ما شاء الله لحمة كتير عشان ايه اما عندنا في الفلاحين. بنطبخ باجة في الفلاحين للرجالة كلها اللي جاي ورا الكتابة اللي جاي ورا العرس كله لازم يتغدى عند العروس. عندي لا لازم كه. فكانوا كانوا جايبين اللحمة كتير وجعدنا نطبخ طول النهار. فجينا باجة واحنا جايين رحة ايه? عطيط لباجة سلفة دي مش جاعدة مع حماي. جاعدة مع حماي. هو حماي مش جاعد مع حماي اصلا. يعني هو جاعدة في بيت وهي جاعدة معانا ببيت. احنا ثلاثة وحماتي وهما ما شاء الله اه سبعة بمرتبوء يعني بمرت حماي بكلهم جاعدين في بيت. فالمهم راح تاي سلفة الكبيرة دي راح تمدياني لحمة ومديانة بقى كانوا العريز كان جايب باجة موز وبرتغان ومانجا وكان جايب اه فاكر كتيرة يعني وعنب والله هما صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وكان جايبتين وكان جايب حق كاته راحت مدياني شاتفاكة وراحت مدياني عني زعلان على الفيديوهات التمسح الدية والله كنت بصوك كنت هاوعب كمان كزا كنت لصورة في يوم ساعة مرة احنا كده انكت تلت فيديوهات ولا اربعة واحنا رجمينا الموعين والحاجات روح ندعاكنا وما فرجنا لعيش وخبازلة كنا كتار بجاء الناس كتيرة غير يعني شو ما شاء الله احنا عشرة وغير ما رتبوهم وغير نسوينهم كمان كتار ما شاء الله البت يعني احنا عقلت جزي دي كبيرة خلاص ما شاء الله مش احنا التلاتة اللي جاعدين مع بعض بس لأ فكنت عايز نصور وكمان مصور البيت دي كهات بيت دي كهة بردك كبير وكلهم جاعدين مع بعض والناس وجريبهم وكده كانت ما شاء الله ناس كتيرة في الطبيق وناس كتيرة في الخبيز يلا نهار الفرح بقى يعني ايه ربنا يا الصورة كده عالتليفون ونهار الفرحة صور لكم كل ده وصور لكم ايه في البيت بتاع حماية كبير وسلايف البجين بقى ان شاء الله ده حتى كنت مصورا بكله يعني كانوا طلعين في في التليفون كلهم مسلايف كلهم وحنا جاعدين وكده كانوا طلعين فالحمد الله بس برضو الحمد الله بس برضو الحمد لله الواحد فرحان اللي نتز الجوتة الجوتة دي يعني دروح يعني لو ماتت وسبناها كتبها زنبها في رجابتنا وحراء فالحمد لله ان جات على جد كده والحمد لله ان احنا الحجن الجوتة دي عشان ده كتروح زي ما جدت لكم وان ماتت احنا اللي كنا هن يعني الزنبها في رجابتنا عشان خطر احنا يعني ما شفناش وحنا بنحبسها وحنا مسكوا عليها كتنايمة تجريبا اللي ان احنا وحنا ماشيين ما كانش في حاجة في القوض طبعا بنتلفت لو جوتة ولا كده يعني طبعا بنتلفت جبنى نمشي عشان هي معانا من زمان من صغرها فوحنا ماشيين بنشوفها المرة دي ما شفنها اش العل جلده تجريبا كتنايمة كتنايمة في الوضل اللي جوه طبعا واحنا ما شفنهاش وجفلنا الببان عليها وهي فضل التخبط باجا لغاية ما سمعوها وراحوا رانينا علينا باجا ايه لحاجون تلسين حاجة جوه فاحنا وقعنا ان هي الجوتة مين اللي هننساجه وعيانا معانا مين اللي هننساته وقعنا ان هي الجوتة طبعا الطيور بتاحت انا كنت احطا لها الاكل قدامكم والمية وكنت احبسها من بدري من قبل ما نمشي عشان فانحنا كنا نمشي بالليل فانحبست هاي وحطا لها اميتها وااكلها فاكيد يعني مش حاجة من الطيور بتاعتنا وبعدين عمالة تطلع على الباب واتخبط وكده فكانت جارتنا عمالة تحكي بالجودة بتخبط زي البنادم بالزبط عمالة تخبط على الباب كده متجوع يعني والعطش يعني سبناها يوم بليل على كه سبناها محبوسة يوم بليل فكان عمالة يقولوا ده قد بتخبط زي البنادم كده من الجوع والعطش فاحنا جينا بالليل بجتي يلا الحمد الله قدر الله ومشايا فعل قدر الله ومشايا فعل يلا الحمد الله مع ان التلفون والله لما وديته الرجل خدت 600 جنيه عليه يعني اتدفحت 600 جنيه عشان التلفون وفي الاخر كل الفيديهات اللي انا كنت فرحان بيه انا كنت فرحان بالفيديهات دي عشان هيسة كتيرة بينه وناس و وسلايفه كله وكنت سايبها بصوته كمان يعني كنت هنشره بصوته والاجواء والحاجات الحلوة بتاع الفراح الفلاحة البلد ديه وفي كاتب الكتاب ولما رحنا على البحر كده وهم بيزفوا يعني هم بيكتبوا بروحوا العريس ياخد العروسة ويرحوا رايح هنا عندنا النيل ده هوتي في حتة كده عاملين ايه زي نادي كده يعني بيصالوا فالعيد وبتاعي حتة كبيرة كده سايبينها بتوع البلد يعني ايه سايبينها للفراح لحاجة زي كده بيعملوا حنة فيها بيعملوا ايه كتابة بيعملوا اي حال راح العريس خد العروسة وراح هناك كده تيه وكلنا روحنا وراهم وقعدنا باجا نزيفهم كل ديك التمصورات يعني يا سلام والله كاتب فيديوهات يلا الحمد الله الحمدله على جلد كده قدر الله ومشاء فعل هنا باجت ايه زي ما كدهbyos ايه باجا governor يعني بنحل اييه لاشيبينها كبيرها يعني جايبينها ايه نonden يخص يعاني كل حمد الله animals فعرفة انها تاخد جادة كتير فانا قلت اولا عليها وولحت خشب باجا وصبت هيه معاها لما طابت اما دخلت على سوى كدتي رحت انا باجا عجان وقلت هاتبخ وراها الطبيع كان عندي بسلة مجمدة في التلاجة قلت هاتبخها النهاردة الحاجات اللي في البيت المجمدة دي بتنفع في وقت زي كده بصوا الاكل ما بياخدش عشر دجاج يعني احسن حاجة لما في البسلة لما يكون رخيصة والجزر تخزنوها الملوخية تخزنوها الطماطم شوفوه انا باجيب كل مجمد وارح طبخها ما بيكملش معي اتبخ عشر دجاج احلى حاجة في التجمد افكا يعني انا الشواء اللي انت شاهدوه يعني البسلة المجمدة دي ما بتاخدش وقت ما بتاخدش جيادة خالص ايه والجزر فبحطها ما بتكملش حاجة والطيب يعني هم عشر دجاج ربع ساعة ما بتكملهمش على الولعة وبالطيب على طيب فسهلوا معي باجا بصراحة الاكل ده طبعا انا اول ما جيت سيبت الطيور بتحت عشان خاطر انا كنت قادل يومين ايه حبسهم هنا باجا بحبس البطتين جابلي ما اخش يغبز عشان لو اصبتهم مع الوزة الوزة هيكلوا طول ما انا جاعدة سيب دول مع دول لا ادخل ولا كده راح ببيط البط عشان خاطر الوزة هيكلوا الوزة دي السعران هيكلوا بيحبش حاجة معها فالمهم ان انا هنا راح اغبس قلت هدخلهم باجا بلايه ما راح اجطع الرغفان هنا خلاص جاعدة طبعا انا كل شوية بخلي العيال يشجروا عليه عشان ما يسحش والجوه حر ويشر فلما جايت لي ده طلع قلت هيعريه وسيبيه لما بيجاب خلاص هيطلع بنعريه عشان ما يشبتش في الحاجة اللي احنا مغطينه بياه قلت هيعريه فدخلت باجا هنا قلت هم وهيغبزن باجا على طول النهاردة سأقول لكم الخبيث باجتي بتاع الصيف ولو عايزين تقطعوه يعني بتعمله شندوتشات جميل لو مش بتعرف ترحي العيش مش بتعرف الجطعية انا هقول لك تعمل يد الوقت بصي هتجيب الصاق بتاع الفورن او الصينية او اي حاجة وتروحي رشة شوية ترد صغيرين وتبطط الرغيف عليه كدتي كأنك يعني لو ما بتعرفش ترحي ولا بتعرفش تغبزي او ما بتعرفش كمان تقطعي هتجيبي صاق عليشة ترد صغيرين كدتي وتزجزة ما هو بصقه كده دي اللي البنات اللي مش بتعرف تغبز ونفسها في بنات كتيرة جايتلي نفسي نفسي في العيش بس مش بتعرف اغبز انا بقول لكم تعملوا بجا تروحوا جايبة صاق من بتاع الفورن او اي صاق او اي صنية على جد الرغيف ولو مجتع الرغيف كبير هتجيبي صنية كبيرة شوية يعني لو مجتعة صغير هتجيب حاجة عادية يعني صنية البطاطس وتروحي مبطط الرغيف عليه وتزجيه هيطلع بصي تزجيه بصنيته بحاله عشان انت مش هتعرف ترميه ومش هتعرف ترحيه هتبططي على المطرحة وترميه انا بردك عملت كده جدامكم وعملت كده جدامكم بص شوية ترد صغيرين ببطط الرغيف كده وبزجي بصنيين بيحمروا من فوقه وتحته ويتنفخ ويطلع ازاي وزاي اللي انت خفزاه ولو عايز على المطرحة برضو تبططي على المطرحة وترميه وهي اللي طلع من فوق دي انا بططي على المطرحة ورميت يعني ما خبستوش ولا رحيه ودي زجيته هو كمان لو مش عارفة تحمرين من تحت في الصينية هتروح مزحزحكاة وتطلعيها تحطيها على البطاق وهنا بقى كان الاكل بتاعنا هو خلص خلصنا بقى خبيز واكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا